خرجت عن صمتها وواجهت النظام بانتقادات لاثحة استخدمت أقصى العبارات وكشفت تفاصيل في غاية الخطورة واضطلبت بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة فهل تدفع ثمن جرأتها؟ خاصة وأنها ظلت تساند النظام لسنوات قررت الممثلة السورية شكران مرتجة أن تخود مواجهة مباشرة مع النظام السوري نتيجة لترد وضع الخدمات مستخدما عبارات لا يمكن السكوت عليها والتي تعبر عن مدى تراجع الأوضاع في الآوينة الأخيرة مرتجة تحدثت عن غياب الخدمات الأساسية وفقدان أدنى مقاومات الحياة في سوريا وتطرقت إلى عدم قدرة الأباء على تأمين معيشة لائقة لعائلتهم وأولادهم نتيجة للأزمات الظروف الاقتصادية التي تعيشها مناطق سيطرة النظام تزامنا مع استمرار اتفاع الأسعار الممثلة اعترفت أنها تعاني مثلها مثل الكثيرين في سوريا من أجل تأمين المزوت وفي انتظار الرسائل تعبئة الوقود وأنها أصبحت من ضمن الشرائح التي تنتظر رفع الدعم لأنها تمتلك سيارة تطرقت الفنانة أيضا إلى موضوع الانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي وطالبت حكومة البلاد بتأمين الكهرباء للأهالي لمدة يوم واحد في الأسبوع على أقل تقدير من أجل أن يتمكن السوريون من الاستحمام شكران خرجت عن شعورها أثناء الحديث عن أزمة الكهرباء بقولها أقولها بالبنط العريض هناك أشخاص متزوجون يريدون أن يستحموا دعونا نحكي بالدين شكران أعربت عن استياءها من تصريحات المسؤولين بشأن موضوع الكهرباء مطالبة المسؤولين بالكف عن التصريحات غير الواقعية وتقديم الوقود غير القابلة للتنفيذ للسوريين وابتداع المزيد من الذرائع كي يستطيعوا الأهالي التحمل والاستمرار شكران ترى أن السوريين أصبحوا مجبرين على إرسال أولادهم إلى الخارج من أجل أن يرسلوا لهم الأموال التي تبقيهم على قيد الحياة اعترفت شكران مرتجى أيضاً بغياب الخدمات الأساسية وانتقادها للحال الذي وصلت إليه البلاد وعدم تمكن الحكومة التابعة للنظام بتأمين أفسط مقاومات الحياة للشعب السوري أو إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية التي تزداد يوماً بعد يوم ومع ذلك قالت إن موقفها لا يزال ثابتاً ولم يتغير بالنسبة لتأييدها للنظام وسبقاً انتقطت الفنانة غياب الوقود والغاز وسياسة حكوم النظام في رفع الدعم عن شريحة واسعة من السوريين وقالت في منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنا أنتظر الرسالة البنزين كل أسبوع وأقوم بترتيب مشاويري عليها ولكن في أول السنة سوف يرفع الدعم عني لأن سيارتي 2008 وعبرت الفنانة السورية حينها عن استيائها من ارتفاع الأسعار المتواصل في الأسواق السورية ووصفتها بأنها خمس نجوم والعيش تحت الأرض في إشارة منها إلى وجود فروقات كبيرة بين الأجور والرواتب عند مقارنتها بأسعار المواد التي ترتفع بشكل شبه يومي في البلاد وبعد تلك التصريحات الجرية هل تفقد شكران علاقتها مع النظام السوري القوية التي ظلت لمدة سنوات تسنده بعد أحداث عام 2011